لما خرجت بنو إسرائيل من عند فرعون أنزل عليهم من؟ أسلوى ماذا في المنوى وفي السلوى؟ في دروس البقرة شرحنا هذون لما خرجوا كانوا ملوكاً أم عبيداً؟ كانوا كل يوم يأكلون خروفاً أم إذا أكلوا أكلوا؟ فاللي خارج من بن إسرائيل كان عنده حاجة لطعام وكان حاجة للسلوى إيش السلوى أخواننا؟ العبد حزين أم فرح؟ العبد الذليل اللي كان يدبح أبنائه وتستحيى نسائه كيف بتكون نفسيته؟ محطمة محطمة مهدمة فلما أطعمه الله أطعمه سلوى السلوى اللي انتوا بتسموها يا أخواننا التسلية غير اللي بيلعبوا فيها الترفيه التسلية تكون للحزين التسلية للحزين وانتوا بتقولوا الآن السلوى الصبر والسلوان للميت إذا مات أحد بتقولوا لأهله الصبر والسلوان يعني يسلي عنه يعني يخفف عنه حزنه وهمه فأنزل عليهم لحاجة إصلاح الأنفس في السلوى وإصلاح الأجسام بالمن المن يا أخواننا من الزيادة يعني بيعطيهم أصول طعام ما فيها كذا بتكلم تبارك أشمه ما كانوا بيعطيهم حلوة يا أخواننا وها رئيس من تمجيد الله أن تقف لما فعل هذا